ورحمة الله وبركاته بعد وفاة صباح الأحمد من هو أمير الكويت الجديد صاحب الثلاثة وتمانين عاما في عام الفين وستة أصدر صاحب السمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد أمرا أميريا بتسجات الشاخ نواف الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد ولد نواف 25 يونيو 1937 في مدينة الكويت وهو النجل السادس الحاكم الكويت العاشر المغفور له الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت في الفترة من عام 1921 وحتى عام 1950 متزوج له أربعة أولاد وبنت وهم النجل الأكبر الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبدالله النواف والشيخ سالم النواف والشيخ شيخ النواف درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية ووصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي وظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد وتجلت بتشجيع سمواه لطلبة العلم في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والسانوي والعالي انطلاقا من رؤية سمواه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها ترجمة نانسي قنقر